بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ذكرنا أن الإكراه يصح بفوات بتفويت الحاصل التهديد بتفويت الحاصل في النفس وفي المال وفي الجاه وذلك تفويت الحاصل في النفس بالضرب والألم الشديد التعذيب الشديد وكذلك السجن بما يدخل الضيق على المسجون والمحبوس وكذلك قطع الأعضاء والتهديد المحقق بالقتل الوعيد المحقق الذي يغلب على الظن حصوله كما ذكرنا وفي المال بهدم المنزل أو أخذ المال أو سلب الفياب أو نحو ذلك مما يكون فيه إفساد المال الذي بحوزة الإنسان وأما الجاه فبما يعد إهانة لصاحبه وإسقاط جاهه وحرمته بين النس وإن لم يكن مؤلما ألما ماديا لكن هذا الأمر اختلف باختلاف الأشياء المكره عليها ونوع الإكراه الذي يستعمل في حقه قد ذكرنا أيضا في المرة السابقة أن خوف امتناع المنتظر في هذه الثلاثة وفي العلم في أمر العلم يعني أنه يخاف إذا لم يستجب لطلب المكره يخاف منه مثلا أن لا يعالجه من مرض أو لا يطلقه من حبس أو يخاف أن لا يعطيه مالا يريده هو في المستقبل أو يخاف أن لا تكون له منزلة عنده يستعمل هذا الجاه وهذه المنزلة فيما يحتاج إليه مستقبلا في العلم يخاف إن لم يستجب له أن لا يعلمه فقلنا أن خوف امتناع المنتظر ليس بإكراه معتبر أن الإكراه هو في تفويت الحاصل لا في خوف امتناع المنتظر لأن الإنسان يعيش بدون هذا المنتظر إلا ما اشتدت إليه الحاجة أو وصل إلى حد الضرورة كالجوع الشديد مثلا والطعام ليس بحاصل هو الآن ليس عنده طعام يخاف إن لم يستجب أن لا يعطيه الطعام أو لا يجعله يعمل عنده فيكتسب المال الذي يأتي به بالطعام والمأوى والكسوة لنفسه أو لأولادي فإذا خاف الجوع أو العري على نفسه أو من هم قريبون منه فإن شدة الحاجة في هذه الحالة تجعل من خوف امتناع المنتظر من خوف امتناع المنتظر مثل اهتفاوات الحاصل في كونه إكراه عنده مثلا ألم شديد الآن هو مريض يتألم ألما شديدا لو لم يستجب لمن يعالجه مثلا لتركه في ذلك الألم هذا في الحقيقة من خوف امتناع المنتظر لكن مع شدة الحاجة أصبح في حكم بل هذا قد يصل إلى الضرورة من شدة الألم يصل إلى حكم فوات الحاصل كأنه يضربه كأنه يضربه لو تركه في ألم كأنه يضربه كوأنه يعذبه فإذا كان الألم قريبا في الحالين فالحكم واحد في الحالين ومن هنا جاز استعمال المحرم قطعا كالخمر في إساغة الغصة خوفا من فوات الحياة خوفا من فوات الحياة وهو هي الآن غصة تسد نفسه يخاف أن لا يأخذ نفسه في المرة القادمة فتفوت حياته فجاز له أن يسيغها بالخمر ومن هنا جاز أن يأكل الميتة وأن يسد جوعه مع أن هذا الأمر في أمر يعد في الحقيقة من خوف امتنع المنتظر حيث أنه ينتظر طعاما أو ينتظر أن يعطى ما يأتي به بطعام فيعدز عن ذلك فإذا خاف على نفسه جاز أن يستجيب لمن طلب منه ذلك لكن كما ذكرنا هذا كله يختلف باختلاف حكم المكره عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت المذاهب فوددت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في قبول الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام إكراها لا يكون الكلام يعني التهديد فقط دون أن يستعمل الضرب وهذا في الحقيقة يعني في مسألة الإكراه على النطق بما يعتقده الإنسان كفرا وإلا فالكلام فقط إن أحمد شدد في هذا وهذا مذهبه في هذه المسألة وقد قال كثير من العنواء أن الوعيد المحقق وإن كان كلاما لكن تحقق من فعله فإنه يعد إكراها لا يلزم أن يباشر الضرب ابتداءا حتى يقال هو مكره أو يباشر الحبس ابتداءا حتى يقال هو مكره لكن هذا الكلام يعد في اختلاف المكره عليه نعم وصدق شيخ الإسلام في كون الإكراه على قبول الهبة يختلف يمكن أن يكره بضربة على الوجه مثلا بلطمة أو بضربة خفيفة ألمها في الضرب على أن يشرب كوبا من الليمون يخاف أنه إن أبى أن يشرب ضرب ضربا خفيفا هذا الكلام يختلف يكره على شرب شيء بخلاف يقبل الهبة منهم من ظالم مثلا لو أنه أبى أن يقبل الهدية لقال إذن هو لا يستحل مالي هو إذن يعتبرني ظالما فيكره على ذلك بعنوع من الأذى فمثل هذا الأمر يخافه الإنسان فيقبل أن يأخذ هذه الهدية من رجل ظالم في الحقيقة وهو لا يريد أن يأخذها منه ولا يريد أن يكون له منة عليه فيها لكن الإكراه بأخذ شيء من المال مماثل سوف يظلمه بأخذ مالي يختلف عن الإكراه المعتبر في كلمة الكفر لا شك أنه لو قيل له إما أن شد أذنك وإما أن تنطق بكلمة الكفر لا لا أنا مقدرش أشد الوذن لا أحتمل ينطق بكلمة الكفر من أجل ذلك لا مجرد أن يحبسوه ساعة أو يقولون له أو أن يقولون له أرنا بطاقتك مثلا فيريد أن يتخلص من هذه اللحظات وهو أنه يحبس والناس كلهم يمرون فيسبوا الدين مثلا أو يتكلم بالكفر ويقول لهم أنا نصراني أنا مش مسلم والله العظيم ما بصلي يا بهم بركعهاش من أجل أن يتخلص من أن يوقف من أجل أن يسأل مثلا عن اسمه لحظات معدودة هذا حبس في الحقيقة إيقاف ده حبس بس لمدة دقائق مثلا فمثل هذا لا يبيح له أن يطعن في الدين أو أن يتبرأ من طاعته لله عز وجل أو من صلاته في مثل هذا فمع أن هذا يمكن أن يكون عذرا في شيء أهوى فيه كما ذكرنا قبول الهبة أو أن يهب غيره إذا قيل له لن تمر من هنا حتى تعطي هذا الرجل شيئا إكرامية فمجرد الوقوف مدة في مثل هذا أو تأخير الورق يعد نوع من الإكراه على أن يهب هذه الهبة الظالمة التي لا يجوز في الحقيقة للآخذ أن يأخذها لأنها كانت بنوع من الأذى لصاحب هذه الحاجة والله أعلم أعلم مما يتعلق من سألة كلامه كرتبي أيضا حيث قال أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام خمسة أعوام على بعض ما روي قد قال الله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين هذا القدر كم كان البضع من ثلاث إلى عشرة لا ندري على التحديد إلا أنه اعتمد على الآثار المنقول عن أهل الكتاب في تحديد هذه المدة ولا فرق في المسألة قال وما رضي بذلك لعظيم من زنته وشريف قدره ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا هذا إجماع الذي ينقل قرطبي على أن التهديد بالسجن بل ووقوع السجن فعلا لا يعد إكراها على الزنا لا يعد الذي أكره بالسجن مكراها شرعا بل عليه أن يصبر ويحتسد ولو كان في السجن الضيق ولذلك هناك اتفاق أيضا على أنه لا إكراها على القتل بحال حتى ولو كان بالقتل فبالتالي هناك إجماع أشد على أنه لا إكراها على القتل بالسجن يقول لك أنا حأثل فلان وإلا هيمر بمحاكمة عسكرية حيحبسوني مثلا لو كان الأمر كذلك أن يشارك على سبيل المثال في قتال المسلمين لماذا يقتل المسلمين يقول لك لأنه لو ما عملتش كده حيفصلوني من الخدمة لا حيحبسوني كل هذا لا يعد إكراها لأن المكره عليه هنا هو سفك دم المرء المسلم أو كذا الزنا بمسلمة أو حتى الزنا بكافرة لو كانت كافرة حربية لا عصمة لها أو مسلمة تكرهه هي على الزنا لكن بغير تعذيب منما باستجن إجماعا لا يرزله ولو كان سنين وأنه سجن طويل بلا نزاع سجن أيام يعد إكراها على مسائل أخر على أنه قيل له إن لم تطلق امرأتك حبسناك فطلق امرأته لا يعد طلاقا هذا معذول الأصل في المسألة أن السجن إكراه والقيد إكراه قيد اللي هو ربط يديه والإجليه مثلا والضرب إكراه والتهديد بالقتل إكراه التعذيب لا شك أنه ضرب مضاعف أو قطع الأعضاء أشد من الضرب ومن الحبس فالأصل أن هذه إكراه إلا ما ثبت استثناؤه كما ذكرنا أن النطق بكلمة الكفر لا يصح بالضربة الخفيف ألمها ولا يصح بالحبس اليسير الذي لا يعني يحصل بسببه ضيق شديد وكذلك لا يكون السجن إكراها على الزنا ولا على قتل مسلم ولا على انتهاك حرمته قال ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء والصحيح أنه إذا كان فاذحا يبقى أي ضرب عشان يكره على الزنا وعلى الزنا بمين زي ما قلنا الزنا بغير معصومة بغير معصومة يعني ليس فيها انتهاك الحرمة كحربية أو أنها هي التي أسقطت حرمتها هي التي تكرهه على الزنا أما إذا كان على انتهاك حرمتها امرأة عفيفة طاهرة مسلمة أو امرأة حتى ذمية عفيفة فلا يلوز أن يكره على الزنا فامرأة العزيز كانت امرأة على الظاهر كافرا لم يثبت إسلامها امرأة العزيز على دين قومها والله أعلم حتى ولو كانت فهي التي تكرهه فهي ساقطة الحرمة وما رضي يوسف بذلك لعظيم قدره كما ذكر لكن إذا كان الضرب فاذحا في حق غير معصومة فهذا الذي يتكلمون عليه الصحيح أنه إذا كان فاذحا فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده يسقط عنه إثم الزنا يوم القيامة عند الله وحده في الدنيا إذا ثبت في الدنيا إذا ثبت بالشهود أن فلانا ضرب ضربا شديدا حتى يزني بفلانا التي تريد أن يرتكب بها هذه الفاحشة أو كافرة حربية كما ذكرنا فإنه لا يخام عليه حد الزنا ولو ثبت أنه قد زنى بالفعل قال فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد قال له لا يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحد قال وهو ضعيف فإن الله تعالى هذا القول ضعيف فإن الله تعالى لا يجمع ولا عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين فإنه من أعظم الحرج في الدين قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني يعذب أولا حتى يزني فإذا زنى أقمنا عليه الحد ضربناه ثم يقولنا يلزمك الحد أو إذا كان رجما وجب عليه الرجم هذا من أعظم البلاء هذا من أعظم الحرج كما ذكر رحمه الله فلذلك الأمر يختلف باختلاف الشيء المكره عليه وشدة فحشه فالنطق بكلمة الكفر والسجود لصنم وقتل المسلم والزنا بمعصومة أو بمسلمة كل هذه الأشياء كذا اللواط أشد اللواط مثلا فيه حده القتل حتى لو كان غير محصن على أصح أقوال العلماء وقد لؤن من فعل ذلك وعذب عذمة شديدة فمثل هذه الذنوب لا يصح الإكراه عليها إلا بالتعذيب الشديد والتهديد بالقتل وبعضها لا يصح بطلقا كما ذكرنا فيما تعلق بحقوق الآخرين بحقوق المعصومين من المسلمين بل وغيرهم كسفك الدم وانتهاك العرض كما ذكرنا والله على وعلم مسألة في بين التقية قال تعالى لا يتخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي قد برئ الله منه والله إذا برئ منه فهو لكفره ولا يذب الله وهو بريء من الله ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قال البغوي نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم مباطنتهم اتخاذهم اتخاذهم بطانة مباطنتهم اتخاذهم بطانة يعني يظهر لهم باطنة ويستأمنهم عليه وكذلك هم يستأمنونه على بواطنهم لفقتهم في مودته لهم ومحابته ومداهنته لهم قال إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار إذا هذا الحال إنه هو الكفار غالبين على أهل محلة بأسرها أو هو فيهم أو يكون المؤمن واحدا فيهم دون أن يكونوا جماعا فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل ذما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية قال تعالى إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم نخلص من هنا بجملة من الشروط المهمة في معنى التقاء التقية وحقيقتها الشرط الأول أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن فيهم في القوم الكفار فلا تقية في أن يكون المسلم وسط المسلمين وفي بلاد المسلمين ويكون عزيزا فيهم فلا صح هذه التقاء كتقات الشيعة ماذا يقولون عن علي رضي الله تعالى عنه وهو بعد أن تملك بعد أن أستغفر الله بعد أن صار خليفة يعني يقولون كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان كان في قوم كفار وليأذو الله طب ماذا بعد أن صار خليفة لماذا لم ينطق بحرف مما تزعمون من عقيدتكم الباطلة من سب أبي بكر وعمر ما سبهم قط ولا قال أنا كنت الخليفة والإمام قط في تاريخه ما قال ذلك أنه كان الخليفة والإمام في زمن أبي بكر وعمر وأنهم مغتصبون كفار ما نطق بهذا ولا يقدرون على نقل حرف منه فلماذا لم يقل هذا يقولون تقية كيف وهو كان الظاهر وكان صاحب السلطان وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت وكذل حسن رضي الله عنه ما الذي دفعه وقد أتى بكتائب أمثال الجبال بعد بيعة الناس له بعد موت أبيه رضي الله تعالى عنه فأتى بكتائب أمثال الجبال يواله بها أهل الشام فرسله معه في الصلح فقبل لماذا يقولون تقية كيف تكون تقية وهو الذي بيده كل هذه الجيوش كيف يكون وهو ظاهر لذلك لا تصح التقاء أو زعم التقاء والإنسان ممكن في الأرض وله الكلمة المسموعة فمن يطيء الكفار ويعاونهم على أباطيلهم ونشر كفرهم وفسادهم في الأرض ثم يزعم أنه بذلك يتقي والله قد مكنه من رقاب الملايين ومن أموال الله عز الأعلم بها ومن جيوش يجيشها لو شاء ثم بعد ذلك يدعي أن ما يفعله تقاء هذا شرط من أهم الشروط مفقود وهو أن يكون الكفار غالبين ظاهرين وليس لمجرد يعني أن يتصور أنهم يهزيمون لو كان عنده ما يدفع به عن نفسه فلا يرز له أن يستسلم ولا يرز له أن يوافق على الباطل وأن يظهر موالاة الكفار خوفا من أنهم سوف يأتون إليه أو يحاربون عندك ما تدفع به عن نفسك عندك ما تقاتل به إذا أتوا الشرط الثاني يقول يخافهم إذا كان لا يخافهم قوم عندهم مثلا احترام حرية الرأي أو عندهم السماح لكل قائل بأن يفعل ويقول ما يشهئ لأن هذا عندهم من أسس مدنيتهم فلا يلوز أن تؤفقهم على الباطل والكفر وتزعم أنك تفعل ذلك تقية فهم أنت لا تخافهم لو قلت لهم أنتم كفار في ديننا فهو لا يعترض عليك ولا يؤذيك بسبب ذلك ولا يترتب على ذلك فوات حاصل في نفس أو مال أو جاه وإنما يغطض منك مثلا أو يضيق بك أو يقول لك أني لا أحبك أو أن هذا الكلام الذي تقول يرد عليك أيما كان مثل هذا لا يعد خوفا معتبرا لا يعد هذا الكلام مقبولا في حقه لا بد أن يخافهم فهناك كثيرون في بلاد الكفر يداهنون في مسائل كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان ويوافقون أهل الباطل بل العجب أني علمت أن عندما طالب أحد كبار القساويسة رؤوس الكنيسة الإنجليزية رأس الكنيسة الإنجليزية رئيسة البروتستانتية بأن يطبق الشهر الإسلامي على المسلمين الذي اعترض عليه نائب مسلم في البرلمان البريطاني أنه أحد الأعضاء قالوا لأن هذا سيزيد من عزلة المسلمين في المجتمع البريطاني ونسأل الله العافية فمثل هذا مداهنة فضيعة أنت لا تخافهم إذا كان الرجل هو الذي يقول أن هذا حل من ضمن حلول المشاكل لهذه الطائفة فأنت مداهنة في مزيد من الذوبان في المجتمع الكافر تعترض على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وتقول أن المصلحة تقتضي أن يظل خاضئين للقوانين الإنجليزية نعوذ بالله من ذلك وكم من مسائل ليس فيها خوف ولكن فيها مجرد مصالح معتبرة كبعض المجالس البرلمانية برلمان تركيا أقر إلغاء تجريم الزنا في تركيا من أجل أن يوافق البرلمان الأوروبي على الدخول تركيا في الاتحاد الأوروبي مثلا فمثل هذا أين الخوف يفعلون ذلك مع أننا نجزم أن كل من النواب الإسلاميين كما يسمونهم لا يريدون ذلك ولا يرون إباحة الزنا ولكن نطقوا بهذا ووافقوا على هذا الكفر من أجل أن يحقيقوا مصالفاء ليست هذي بالتقاع ولا بالإكراه مجرد تحقيق مصالح اقتصادية مثلا مجرد تحقيق مكاسب مادية للدولة مثلا يفعل بها ذلك مثل هذا الكلام من أفسد الكلام لابد أن يكون هناك خوف فيكون الكفار غالبين ظاهرين المسلم في قوم كفار ظاهرين يخافهم على نفسه أو على أهله وعياله لا يسعه لمجرد تحقيق المصالح لا يسعه لمجرد أنه يريد مكاسب معينة أن يوافقهم ويداهنهم ويتخذهم أولياء باللسان فضلا عن القلب مع عدم خوفه الشرط الثالث أن المدارات تكون باللسان التقية تكون باللسان من غير فعل الذي الفعل غالبا في هذه المسائل هو قتال المسلمين أو الدلالة على عورات المسلمين أو انتهاك حرومات المسلمين فهذا لا يصح له التقاة في هذا الباب هي من مثل الإكراه هي مثل الإكراه في هذا في أنه لا يجوز أن يكون هناك إكراه على انتهاك حرمة مسلم ولا قتال المسلمين ولو قتل فضلا أن يكون يتقيهم في بعض الأمور التي أدنى من القتل فإذن إنما تكون التقاة بالمدارات باللسان الشرط الرابع قلبه مطمئن بالإيمان إذن لو كان يوافقهم وقد صار يرى باطلهم حقا قلبه غير مطمئن بهذا الدين بل يقول لهم كما يقول بعض الزنادقة المنافقين بل الكفرة المرتدين أن أديان التي هم عليها أديان صحيحة ثابتة وأنه لا فرق بينها وبين الإسلام وأن الإسلام لم ينسخها وأن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدح في توحيدهم لله أو في إيمانهم بالله ونعوذ بالله من ذلك هناك من يقول لهم أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة ليست من مسائل الكفر يقول الخلاف بيننا وبينهم في مسألة الرسول وهذه لا تصيء إلى الكفر مداهنة والعياذ بالله يجوز لهم أن يكون أحدهم مؤمنا مع كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبه للقرآن العظيم نعوذ بالله إذن إذا كان قلبه غير مطمئن بالإيمان لم تصح التقاه عذرا له بل يكون منهم بريء الله منه وهو بريء من الله يقول دفعا عن نفسه يعني إنما يفعل ذلك اضطرارا على قدر الضرورة الشرط الخامس أن تكون التقاه على قدر ما يدفع به شرهم عن نفسه فلا يتجاوز ما لا يحتاج إليه في ذلك كما ذكرنا كما ذكرنا مثل من أنه علم أنهم يعني يحبسون أصحاب اللحة فبادر إلى حلق لحيته بل وأمسك بالسجارة وسبى الدين الذي أمامه ما الذي دفعه إلى ذلك لك نعمل أنا أعزي أخايف منهم خايف فعلا وهم ظاهرين لكن ألا يدفع عنك هذا الخوف بعض ما فعلت فقط حتى ترتكب هذه الجرائم المتعددة وتكفر بالله سبحانه وتعالى وما طلبوا منك ذلك بل أدنى منه يدفع عنك فلماذا تدفع تستعمل الضرورة في غير يعني موضعها فلابد أن يكون في الدفع عن نفسه بالقدر الذي يدفعه نفسه لأن هذا مثل أكل الميتة بل وأشد مدهنة الكفار وموالاة الكفار لا يدوز أن يفعل ذلك بالزيادة على ما طلبوه يعني إنسان يعيش في بلاد الكفر يشعر بأنهم يضطهدون المسلمين لو أنه مثلا ظل على تمسكه بالهدي الظاهر فخافهم على نفسه مع أن هذا مش حاصل أن كل من تمسك بالهدي الظاهر أمسكوه مثلا في بعض البلاد الإسلامية يمكن ذلك في بعض البلاد الإسلامية بلاد الكفر المعلنين بالكفرهم أظن ذلك ولا حتى في إسرائيل أنهم يقبضون مثلا على كل ذي لحية لكن في بعض البلاد الإسلامية المسمى بالإسلامية يعني كل ملتحي وكل ذات نقاب سوف يقعوا يحبسون مثلا ويقعوا ويعذبون فيكونوا في ذلك لكن هم يرضون منك مثلا بحلق اللحية فأنت أن تكون جنديا لهم تدل على عورات المسلمين وتساعدهم على أذية المسلمين وتضرب المسلمين وتعذبهم من أجلهم يقول لك أنا أعمليه أنا أعايز أعيش أنا لو ما عملتش كده يحبسوني حتى لو أنهم يرضون منك بأقل من ذلك مش هيحبسوك لو أنت حلق لتدحيتك مش شرطين عليك أن أنت تقعد تعذب المسلمين وتدلهم وتشتغل من أجل أن تأتي بجميع أخبارهم وأن فلندا بيصلي الفجر كل يوم ويوقد المسبح كل يوم حتى يقبض عليه لأنه يحفظ على الصلاة هذا في بعض البلاد أن يحفظ كل يوم يولع النور في ناس يتطوع في ناس تتطوع بما لا يطلب منهم يتنفل زيادة على ما يطلب في أنه يؤذي المسلمين أكثر ويدلهم على ما ليس بعورة في حقيقة الأمر كان عورة عند القوم ولا ياذب الله يبقى لابد أن يكون دفعا عن نفسه يعني بالقدر الذي يدفع عن نفسه وليس زيادة على ذلك فإذا زاد كان الحكم الزيادة لا يعتبر فيه أنه معذور بالتقاء لا تعتبر هذه التقاء أو إرادته أن يتقيهم بالزيادة على المطلوب بالزيادة على القدر الذي يدفع به شرهم فقط لا تعد عذرا فقال من غير أن يستحل دمى حراما أو مالا حراما كما ذكرنا في مسألة يداريهم باللسان إذن كما ذكره القرطبي رحمه الله أنه أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يدج له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره هذا الإجماع ذكره أي ذكر مثله البغوي رحمه الله ذكر مثل حكم المسألة في أنه لا يستحل دمى حراما ولا مالا حراما وقد سبق كلام الحسن نحو ذلك حيث قال التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية ما فيش حاجة اسمها أن أتقي الكفار بأن أقتل المسلمين أو أن أكون مشتركا في الحرب ضد الإسلام وأهله نعوذ بالله إذن لا يستحل دمى حراما ولا مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين لا يكون لهم جاسوسا العورات المقصود بها هنا ما يكون ثغرة لدى أهل الإسلام هم لا يحبون أن تنكشف أمر لا يحب المسلمون أن ينكشف نقطة ضعف سوف تصلت الكفار من خلالها فعند ذلك لا يلوز أن يهدل لهم على عورات المسلمين قال والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل يعني يشدد البغوي ذلك إن التقية المعتبر أنه يخاف أن يقتل ومثل ذلك في الحقيقة يخاف أن يعذب كما ذكرنا ويخاف أن يحبس حبسا يحصل معه الضيق لأن الشروط الأخرى هي في الإكراه كما ذكرنا كما ذكرنا في الإكراه تذكر هنا في التقية سلامة النية اللي هو قلبه مطمئن بالإيمان يكرر هذا الشرط مرة ثانية قال تعالى إلا من أكره سدل بدليل الإكراه على التقية في نفس الأحكام ثم هي رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم وذلك لصبر بلال رضي الله عنه ولأن بلال كان أفضل من عمار في صبره فكان يعني محمودا على فعله فيما صبر على تعذيب الكفر له وإغاظتهم له وهواني نفسه عليه في الله عز وجل هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى فكان في ذلك أفضل وأعلى قدرا وهذا أمر متفق عليه بين العلماء من أن التقاط رخصة ولا يلزمه أن يأتي بها فمن أكره على النطق بكلمة الكفر فأبى ولو قتل فقد قال كلمة حق عند سلطان جائل فقتله فهو من خير الشهداء ولكن الرخصة ربما يجب لأخذ بها إذا تعلقت بآخرين لا يرضون بالعزيمة هذه هي المسألة التي تستثنى من هذا الكلام فقط وهي أنه إذا ترخص سوف ينجو غيره من المسلمين وإذا لم يترخص لم يقتل وحده بل قتل من معه من أسر المسلمين وأسر المسلمين لم يقول له أو من معه اصبر ونحن يصيبون ما يصيبون في سبيل الله بل قالوا له الرخصة واسعة نريد أن نأخذ بالرخصة أصبح الأمر في حق غيره في هذا الباب أصبح الأمر متعلقا بحق غيره وبالتالي لم يسعه أن يترك الرخصة لأنه يعتدي بعدم الأخذ بها على حقوق الآخرين من المسلمين الذين وسع الله عليهم في أن يوافقوا وأن يترخصوا بالموافقة على الموالات عند الإكراه المعتبر قال لا إن كلام أنهم يرضون ويرضون بذلك أم لا إذا علم أو غلب على ظنه أنهم يصبرون أو لا يلزمونه بأن يأخذ بالرخصة فيسعه أن يأخذ بالرخصة يستحب له أن يأخذ بالرخصة قال ابن القيم معلوم أن التقاه ليست بموالاة عايزون هنا استثناء نوع الاستثناء هنا إلا أن تتقوا منهم تقاه هل هي استثناء متصل بمعنى التقات موالاة مستثناء من أحكام المؤلاء يقول ليست موالاة ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم الحقيقة إن الظاهر مع أن هذا الكلام يعني كأن ابن القيم يرى أن هذا في الترك لا في الفعل أن التقات تكون في الترك فقط وليس في الفعل أنا أترك إظهار العذاوة أنا أترك المجاهرة بالعذاوة فمن هنا أنا أترك إظهار المخالفة وأنا أخلفهم هل يمكن في التقاة أن يظهر المولاة الصحيح أنه إذا خاف القتل جاز إظهار للمولاة ويكون الاستثناء متصلا لكن مبنى التقاة في الأغلب ما ذكره مرقي وهو أنها في ترك إظهار العذاوة وترك إظهار المخالفة ترك الجهر بمخالفتهم نقول ولأن باب التقاتي باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء ومرض القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله قال بعدها سبحانه وتعالى مباشرة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكئة وتستسهلوا هذه الكبيرة وهي موالاة أعداء الله وينذركم أن إليه المصير فيجازيكم على ما فعلتم في الدنيا فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض مخادعين أنفسكم أو مخادعين الناس ثم تنجوا من عذاب الله في الآخرة قال شهاب الدين القرافي في الاستغناء في أحكام الاستثناء إلا أن تتقوا منهم تقى تقديره لا تفعل ذلك في حالة من الحالات إلا في حالة الاتقى وهذا ظاهر في أن الاستثناء متصل كما رجحنا قال ابن جليل الطبري في جمع البيان في تفسير قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى أي إلا أن تكونوا في سلطانهم نفس كريم البغوي وهو أن يكون الكفار ظاهرين يعني اللي خارج عن سلطان الكفار لا يصح له أن يقول أنا أستعمل التقى قال فتخافوهم على أنفسكم إبا إذن لا بد مع الخوف تظهروا لهم الولاية بألسنتكم إبا إظهروا لهم اللسان مع القلب مع أن القلب مطمئن مليون ولذلك قال وتضمروا العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر لا تعاونوهم على الكفر لا تصبح جنديا لهم يرسخ مبادئ الكفر ولا تعاونوهم على مسلم بفعل إذن التقابل لسان دون أن يكون هناك إعانة على مسلم في ذمه أو في عرضه أو في ماله بفعل من الأفعال إلا أن المال قد ذكرنا فيه وجها إذا كان يقدم حفظ نفسه على مال أخيه قيل له إن لم مثلا تقطع شجرة أخيك هذه قتلناك مثلا إن لم تفسد ماله قتلناك فالظاهر الله أعلم أنه يجوز له الإقدام على ذلك دون نفس المؤمن ويضمن له ذلك فيما بعد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهدت أن لا إله إلا الله الآية الثالثة الأول آية كاته باب تفسير التوحيد ده متضمن قلنا لأربع مساك مش كده ذكر عليها أربع آيات أول آية كاته الدعاء اللي هي قول الله تبارك تعالى قوله لذين زعمتم من دونه فلا يكون كشف الضري عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربه من وسيدة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان عظم الآية اللي هي مسألة الشرك في الدعاء الشرك المتعلق بدعاء الصالحين والملائكة والأنبياء من دون الله عز وجل الشرك المتعلق بالغلوب في الصالحين النوع الثاني كان قادرة الولاء البراء من المشركين ده كلمة تفسير التوحيد يعني التوحيد لا إله إلا الله دي تعني إن أنا أترك الشرك أنه شرك الشرك الأولين وهو في الدعاء الشرك التاني المتعلق بالولاء والبراء لذلك تستدل عليه بقول الله وإذ قال إبراهيم الأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقجعل هذه المولاء وهذه البراءة من الشرك الشرك المنتشر في العالم ولذلك يقول لا إله إلا الله كلمة لا إلا الله تعني ترك هذه الأنواع من الشرك ذكر النوع الثالث وهو المتعلق بقضية الحكم مسألة توجه بالحكم من أنزل الله وتحريح الحكم بغير ما أنزل الله وأن الحكم من الذرة من الشرك فذكر قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون بقضية أساسا ذكرت في القرآن في كل المواطن ليس بلفظ معصية وإنما ذكرت بلفظ الشرك والكفر لأنها من مقتضاة التوحيد قد ذكر الله ما فعله هؤلاء فسماهم اتخذوهم أربابا وسو بينهم وبين اتخاذهم المسيح ربا ذكرهما في السياق واحد مع أن اتخاذهم المسيح ربا هو من باب اعتقاد أنه الرب الخالق المحي المميت والعياذ بالله أنه تجسد الرب في هذا الجسد ونزل وعاش في الناس والعياذ بالله واتخاذهم الأحبار والرهبان لم يكن بهذه الدرجة وإنما كان بأن اتبعوهم في تبديل التشريع في تبديل شرع الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسنيته يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم حلوية بلى بلى كانوا يعبدونهم بلى كانوا يعبدونهم يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه يرون لهم حقا التحليل والتحريم والتشريع من دون الله فهذا لا شك من الكفر وقال فذكر الله عز وجل فقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة إذن هم عبدوا الأهبر والرهبان اتخذوهم أربابا حين اعتقدوا لهم ذلك وعبدوهم حين اتبعوهم على ذلك ذلك هذا الباب يشمل أنواع الشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية في الأسماء والصفات لأن الله هو الحكم إن الحكم إلا لله الله عز وجل من صفاته أنه الذي يحكم ولذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام كن يتأبى الحكم إلى أبا شريح لأنه قال إن الله هو الحكم فهذا من أسماء الله عز وجل والأمر الثاني أنه في الربوبية لأن الله قال اتخذوا أحبرهم وروانهم أربابا وذلك لأن الرب والسيد الآمر الناهي المطا فاتخذت اتخاذهم هؤلاء مشرعين من دون الله يبدلون شرع الله هو من الشرك في الربوبية حتى ولو لم يتبعوهم مجرد الاعتقاد أن يعتقد أحد أن لفلان أن يحلل ويحرم حتى ولو لغيره من الناس كما يعتقد البعض مثلا أننا هنا نلتزم الشريعة وأما في بلاد الكفر فأحبرهم وروانهم من حقهم أن يبدلوا لهم أفضع من ذلك اللي بيقول نبيهم هم أحرار في بلود وبيستهزئوا بالمسيح يقول لهم نبيهم هم محررين فيه كفر ده ولو هم محررين فيه يعني زي ناس كتير يقول لك أنتم هنا مفروض تحترموا قوانيننا المستمدة من الشريعة زي ما احنا بدنا عندكم نحترم ايه قوانينكم نلتزم بالحياة والحياة والحياة وانتم عملتوه كأنه يرى أن هذا الأمر من حق غيرهم من حق يعني من حق الأحبر والرهبان وغيرهم أم يحللوا ويحرموا لكن لغيرنا من حقهم أن يكونوا أربابا على غيرنا نعوذ بالله هذا من الكفر أيضا ونعوذ بالله من ذلك في الربوغية وأما في الألوهية فلأن رسول سماه عبادة قال فتلك عبادتهم إذن شرك في الإلهية أيضا ولذلك قال الله عز لله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال ابن كثير رحمه الله وهكذا قال حذيفة اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا قال السدي استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم لهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وإذا حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون من المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم واحدة لا شريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض بعض الناس ملعونة بالمفاضلة بين هذا الشرك وبين الشرك في الدعاء فمنهم من قال الشرك في الدعاء هو الأصل والشرك الآخر نادر أو ليس بالدرجة الأولى وأن معنى لا إله إلا الله لا مدعوة إلا الله في المقام الأول ولا يدخل وبعضهم لا يدخل قضية الشرك في الحكم في أنواع الشرك الأكبر أو في ما تدل عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك كله وهذا كلام باطل المسألة دي وقعت أيام أبو الأعلى الموجودة في الهند لما طلب بإقامة دولة باكستان كانت الهند أصلا الهند أصلا دولة إسلامية كلها يعني والمسلمون كانوا يحكمونها عبر التاريخ خرونا طويلة أكثر من خمسة أو ستة خرون بأسرها بمسلميها وهندوسيها ثم لما جاء الاحتلال الإنجليزي وأوشك على الرحيل حصل نزاع بين الناس في ذلك الوقت بين الناس بينهم من يقول أن نقيم دولة علمانية ونكون فيها مع الناس ولا يحكمها لا هندوس ولا مسلمين بناء على الديانة وهناك فريق قال بل قضية الحكم لابد أن نطبق الشريعة فآثروا تكوين دولة مستقلة إسلامية لذلك دولة الباكستان التي كانت في ذلك الوقت جزئين باكستان الشرقية والغربي على حسب الكثافة السكانية فكان يعني القضية لأن البعض تكلم فيها فحصلت المسألة وهناك من قال أن الدعاء هو العبادة وبالتالي فلا إله إلا الله تعني لم أدعوه إلا الله فقدت الحكم مش مشكلة ممكن نحن نعيش مع الهندوس في دولة علمانية وقلناها نتنازل كان أبو لاعلم مدودي سبب تعريفه لكثير من المؤلفة وكتبه المشهورة كانت هذه القضية وقال أن الحكم هو من من أهم معاني العبادة وهو داخل في قضية لا إله إلا الله وأنه لابد من إقامة دولة تقوم على أساس الإسلام ولكن قامت الدولة ولكن ترك الإسلام بعد ذلك في أصل المسألة قائلة من أجلها وهي قضية الحكم ثم قسمت إلى دولتين باكستان وبنجلديش نسأل رعا فيها لكن كما ذكرنا هناك من يسقط هذه المسألة من ذلك وهناك من يجعلها الأصل وما دونها شرك ساذج كما يقولون البعض يقول أن الشرك في الدعاء هو شرك أصحاب القبور سأفازل تلقائيا لا ينبغي أن ننشغل به وإنما ننشغل بشرك له الحكم وكلا القولين متجاوز للحقيقة لأن كلا النوعين من الشرك لاود من محاربة الشرك كله البعض يقول لماذا تحاربون من أجل أو تخالفون من أجل قضية الحكم ما أنزل الله وأنتم تتركون أصحاب القبور ونحن ما نتركهم ولا يعني يمكننا أن نفعل شيئا إلا فعلناه لكن لا يعني ذلك أن هذا الشرك درجة ثانية بالنسبة للأول ولا أن شرك القبور درجة ثانية بالنسبة للشرك في الحكم ولا أنه شرك ساذج سوف يزول تلقائيا لا المسألة يمكن أن يظل قضية شرك القبور دي مع ناس اخترعوا يعني ويقولون وصلوا إلى القمر يزعمون ذلك الخزعبلات في العقائد يمكن أن تكون موجودة تجعل أكثر الناس إمكانية في القوة المادية واختراعات ونحو ذلك ومع ذلك شرك القبور متغلغل في قلبه شرك الغلو في الناس وفي البشر البوزيين يعني تعظيمهم اللي بوز هذول رغم أنهم صنعوا وقوم بلد موصينيين عمتهم في الأصل بوزيين ومع ذلك يمكنهم أن يصنعوا ذلك لكن الغلو في البشر وفي الغلو في المخلوق قضية خطيرة البعض يقول هذا أول شرك وقع على وجه الأرض وشرك الغلو في الصالحين فهو الشرك المعتبر الحقيقة أن شرك الحكم متعلق بشرك إبليس إبليس هو أول من رد الأمر على الله عز وجل فكلاهما واقع وإبليس كفر ليس بأنه دعا غير الله إبليس كفر بأنه قال لم أكن لأسجد بأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين فالشرك في قضية حكم متعلق ب كما أنه متعلق بالغلو في البشر إلا أنه متعلق أكثر بالإباء والاستكبار ولعاذ بالله وأنه يقول سأنزل مثل ما أنزل الله سأحكم بأحكم زد كفرا فقالوا أحسن مما حكم الله عز وجل به ونعوذ بالله من ذلك فهي متعلقة بقضية الكبر والإباء والعاذ بالله الاستكبار عن شرع الله سبحانه وتعالى ولذلك بنقول أن قضيتين دول مع قضية الولاء والبراء مع قضية اتخاذ عن دل المحبة والتعظيم والمسألة دي عامة من يتكلم هجرها مع أنها شركة آخر الزمان أعني أن في ناس ما لاش دعوة لا بحكم ولا بقبور ولا في حاجة هم عبيد الدرهم والدينار عبودية شركة أكبر لهي ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عشان كنا الشيخ رحمه الله يعني رجل دقيق الفهم جدا ويعني يعرف كيف يذكر الأدلة ملخصة من الكتاب والسنة وعلى أكثر نوع انتشار قضية عامة الناس النهاردة عباد الشهوات ولا يذكر الله تصل إلى الكفر الأكبر يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمسي مؤمنا ويصبح كافرا خلال عدة ساعات يغير دينه ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا يذكر الله قضية في منتهى الخطورة وإن كان الناس يقعدوا يتخنوا على حاجات كثيرة جدا والناس التانية في لهو آخر ولا يذكر الله في إنه الشهوة الجنسية دي حياته الهو خدرات حياته من أجلها يبيع دينه إن طلب منه ذلك المال الوظيفة مستعد يبيع دينه من أجل هذه الشهوات عبد الدرهب وعبد الدنار وعبد القطيفة وعبد الخميصة عبودية كاملة بعض الناس بتكون عبودية شركة أصغر وبعضهم توصل شركة أكبر إذا وصل إلى حد أنه مستعد للكفر إذا طلب منه ذلك وكثير من الناس يفعلوا ذلك وأنت فكرك إن الذين يتخذون الكفار أولياء من كتر حبهم في كفرة لا ده عشان فلوس عشان الشغل عشان إحنا هنعمل إيه إحنا مش لقيم شغل إلا جنودا عند الكفرة طيب يحاربوا الإسلام طيب وإيه يعني مش مشكلة وهو أساسا عايز الحضارة الغربية مش عايز لو مسكهم يعمل فيهم اللي هم بيعملوا فيه لكنه لا لا يريد ذلك إنما يريد المال ولا ياذب الله والجنس وشهوة السلطة ولا ياذب الله أنواع من الشهوات المختلفة التي جعلت أندادا يحبهم كحب الله حب شهوات معانا لا يحب الكفر لأجل كفرهم ولكن القضية عندهم ما ذكرنا إذاك إن الأنواع الأربعة من الشرك هي أكثر أنواع متعلقة بشرك الألوهية وبعضها تعلق أيضا بشرك الربوبية بل عامة هذه أنواع لابد فيها من الإيرتباط بين شرك الربوبية وشرك الألوهية تلك القضية خطيرة بلا شك وهذا النوع الذي هو قضية إفراد الله بالحكم من أهم قضاء العقيدة ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك وقد بيّنت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحليل من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة وأن التعبد لله بالتحكم إلى شرعه توحيد ومخالفة ذلك شرك وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل كما كثر ذكر بيان الولاء والبراء مرت عديدة آيات كثيرة جدا وكما كثر قضية الدعاء وأن دعاء غير الله أيضا من الشرك كثر أيضا بيان هذه المسألة كما سمجنا إن شاء الله سبحانك ومحمدك شهد ومحمدك أستغرق شكرا